احنا دلوقتي في كنيسة المعجزات كنيسة البركات كنيسة العذرة مريم والشهيد باجوش بسهاج مركز طمع قرية سالمون والقديس الشهيد باجوش هو شفيق الدقاط بفرح جدا لما حد يقولي القديس باجوش اعمل معايا معجزة انتو كمان ربنا يفرحكم بمعجزات كتيرة لما تمر بضيئة اصرخ لي واطلبه من قلبك قوله بكل ثقة يا اله القديس باجوش اعني وانقذني فسوف يستجاب لك سريعا ان ربنا وعده ان اي حد ينده باسمه وكان في دقيقات هيستجيب لي سريع وهو فعلا قديس وشهيد جميل جدا استجابته وانا واحد من الناس اللي لمست استجاباته كتيرة مع الناس كتير وكتير قال لي على معجزات جميلة وبنعمة ربنا هنعمل حلاقات كتيرة جدا عن معبزات هذا القديس انت وانت النهاردة اي حد نفسه في اي طلبة او بتمر بضيئة او مشكلة او نفسك في طفل او محتاج لشغل هو على فكرة شفية قوي جدا في الرزق والعمل اطلبوه دايما وهو مش هيكسفكم ابدا بجد وولد هذا القديس العظيم في بلدة تدعى بلاد المال وهي قرية من قرى الصعيد ومعافظة انا كانت والدته من المسيحيات القديسات ومن قصرة سرية كان من كتر محبته للفقرة كان قديس باجوش كان يتركهم في حقله علشان يعيشوا وينتقلوا فيه بحرية كأنه بيتهم وكان بيصرف ليهم مرتبات علشان يعيشوا منها دول السنة وكمان بيوزع انتاج سمارة للفاكهة ويقسم كمان انتاج المشية على الفقرة ياريت بجد ناخد قلم الشهيد باجوش في اننا نتعلم منه ازاي نعامل الناس اللي شغالة عندنا سواء في شركة سواء مصنع او غيره وكمان نأطف على كل الفقرة اللي بنقابلهم في حياتنا اللي نعرفه واللي ما نعرفهوش لان بجد ربنا بيفرح جدا بكده وعلشان كده ربنا يسوع المسيح كافى الشهيد باجوش واتى ليه الملك مخايل علشان يعرفه يعمل ايه امام الوالي وعلشان كمان يعترف باسم السيد المسيح وانه هينال عذابات كتيرة وكمان حياخد موعيد كتيرة باكليل السماء بسرعة الشهيد باجوش لبى الدعوة دي وزع سروته على الفقرة والنعواضين طب ازاي معقولة هتسيب كل العز اللي انت فيه ده وكل الفلوس وكل الاراضي والاطيان وكمان هتوزعها بسيب اي حاجة علشان ممكن انت تروح تتعب وتتعذب متقدرش تكمل ممكن تضعف يا شهيد باجوش طبعا كل ده غلط الشهيد باجوش وزع كل حاجة لانه كان واثق في السيد المسيح احنا بجده عايزين نصق في ان الهنا اله قوي يعني انت لو عايز تروح الكنيسة مهما قبلتك مشاكل هتروح هتروح لو انت عايز تدي للفقرة اوعى تقول انا محوج او انا محتاج الفلوس دي اديهم يا عم لربنا هيعوضك اضعاف خدوا الشهيد باجوش ليكم النهاردة في اعطاء الفقرة خدوا الشهيد باجوش النهاردة علشان تسيبوا كل الفلوس وكل الاراضي مش كلها يعني سيبوا كل حاجة عشان تروحوا الكنيسة ارموا كل حاجة وراكم ربنا بجد حلو جدا ربنا ده حلو بجد ولما تيجي تلمسوا زي الشهيد باجوش هتبيعوا كل حاجة علشان تاخدوا السماء علشان تاخدوا الابدية طبعا الملك ارشده ساب كل ده لانه واثق بقوة ربنا هي اللي هتقوده وهو اللي هيعينه في العزبات وهو اللي هيكمل المشوار لغاية ما يوصل الابدية زهب هذا القديس امام والي الاقليم شهد علانية انه مسيحي وانه يؤمي بالسيد المسيح كان اريانوس الوالي حاضر المجلس ده ويجلس بجوار الحاكم وطلب تقييد القديس وطبعا كالعادة خوفه جدا امره انه يرفع البخور ويسجد للالهة الوسانية لكن القديس تمسك بامانه فامر الوالي بسجنه تمهيدا لمحاكمته واتت اليه والدته وطبعا علمته ازاي انت تخرج وحدك وتتركني ازاي بدون ما تعرفني انا كمان هروح للوالي واعترف امامه للسيد المسيح اني انا ايضا اريد انا اعترف باله يسوع المسيح لكي انال اكليل الشهادة مثلك تنتي واحدة ستة يعني ما فوتت خافي من العزبات ده اريانوس انتو عارفين يعني اريانوس يعني طاغي وكان اكتر واحد بعزب المسيحيين ده صدقوني كفاية انك تقف قدامه تخاف لكن هي بكل ثقة دم القديس ده دم الشهيد فعلا زهبت الوالي اريانوس اعترفت بالنهم مسيحية تعبد السيد المسيح ونالت اكليل الشهادة احتمل هذا القديس عزبات كتيرة كان من ضمن العزبات دي انه يوضع على احمر من الخشب مملوء بالمسامير وربطوه بقطبان من حديد حتى لا يتحرك امر اريانوس بالقاء القديس بجوش في حجر قحونة وعصره فظهر له الملاك مخايل وانقظه امنت كتير من الشعب عندما رأوا هذه المعجزات وناله كمان لكليل الشهادة ياه بجد المفروض كخادم مفروض تبقى كالشهيد بجوش انت وماشي مش تقمن معجزات انت وماشي تشهد ان كنت ابن المسيح تشهد ان كل صفاتك كل طباعك كل حاجة فيك بتقول انك صورت السيد المسيح عشان كل الناس اللي بتشوفك تقامن بالسيد المسيح تقامن ان السيد المسيح هو اله قوي المفروض نبشر بالسيد المسيح المفروض نقول ان احنا اولاد مخلصين للسيد المسيح شوف الكتير شوف الشهيد بجوش ساعتها ما كانش في باله ان هو يوعظ كل الناس دي لكن في باله ان هو يؤمن بالسيد المسيح ويقول انا مسيحي علشان كل الناس تقامن بيه يا بختك يا شهيد بجوش جبت لمخلصك يسوع المسيح ناس كتيرة جدا من الشعب امر اريانوس بموت القديس بجوش لان كل البلد بقيت مسيحية فركع القديس صلى الى الله علشان يقويه ركزه كويس في الوعد اللي وعده له السيد المسيح وارسل الملاك مخايله يقوله له اي شخص يتعرض لاي ديقة يعكز ان احتمالها يصرخ الى الرب ويقول يا اله القديس الان بجوش اعني وانقذني فسوف يستجاب له سريعا تاني رب المجد يسوع المسيح ارسل الملاك مخايل علشان يقوي القديس بجوش ويقوله الوعد الجميل ده ان اي شخص يتعرض لاي ديقة يعجز عن احتمالها يصرخ الى الرب ويقول يا اله القديس الان بجوش اعني وانقذني فسوف يستجاب له سريعا واخيرا انتهت رحلة هذا القديس العظيم الان بجوش وكللت باكليل السماء اكليل الاستشهاد واستشهد في يوم ستة وعشرين طوبة بركة هذا القديس العظيم شفيع الدقات وشفيع الرزق والعمل هو شفيع ان كلنا بصراحة هو شفيع قوي اتمنىكم بجد ان ربنا يفرحكم بصلاة وبركة هذا القديس العظيم ربنا يفرحكم وبركته وصلاته امين يا رب موسيقى